بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم حياكم الله طلابنا وطالباتنا حياكم الله في هذا اليوم الجميل والرائع والذي نستكمل ما تعرفنا عليه في درسنا الماضي حول المخاليط عنوان درسنا لهذا اليوم كما تشاهدون أمامكم طلابنا وطالباتنا كيف نفصل مكونات المخلوط في البداية عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة تعرفنا على المخاليط وذكرنا أن المخلوط يتكون من مادتين أو أكثر تمتزجان معا بحيث تحافظ كل مادة على خصائصها المحليل هي جزء من المخاليط ولكن ما يميز المحليل عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة أنها تمتزج امتزاجا تاما عندما نقوم بوضع السكر في الماء ثم نقوم بتحريكه ذلك يكون محلولا نظرا لوجود مادتين هما السكر والماء كذلك لدينا أمثلة كثيرة للمخاليط فالصلطة مخلوط ومساحيق التجميل مخلوط والعديد من الأمثلة التي ذكرناها في دروسنا الماضية كما تشاهدون أمامكم عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة ننطلق لنراجع ما تعلمناه في درسنا الماضي تعرفنا في درسنا الماضي على المخلوط ما هو المخلوط عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة أحسنتم إذن المخلوط هو مادتان أو أكثر تختلطان معا حيث تحافظ كل مادة على خصائصها وعلى نوعها فعندما نقوم بخلط الرمل مع برادة الحديد سوف يختلطان معا ولكن لا يزال الرمل رملا بخواصه ولا يزال الحديد حديدا بخصائصه وسوف نتعرف على ذلك من خلال أنشطة هذا اليوم لننطلق ونراجع كذلك ما تعلمناه في درسنا الماضي ذكرنا أن هناك أمثلة متنوعة للمخاليط أذكر بعضها عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة أحسنتم رائعون إذن لدينا كريمات الترطيب الجلد لدينا الشامبو يعتبر كذلك مخلوط لدينا السلطة تعتبر كذلك مخلوط لتحافظ المكونات على خصائصها ونوعها وأخيرا لدينا مساحيق التجميل فهذه الأمثلة الأربع وغيرها من الأمثلة الموجودة في منزلنا أو في مدرستنا تعتبر مخاليط بإمكانك عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة أن تستكشف الكثير من هذه المخاليط حولك في المنزل أو حتى في المدرسة لننطلق بعد ذلك عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة ونتعرف على أو كما تعرفنا على أن المخلوط هو عبارة عن مادتان تختلطان معا أو أكثر وتحافظ كل مادة على خصائصها وكذلك تعرفنا على أن المحلول هو عبارة عن مادتان أو هو مخلوط مكون من مادتين أو أكثر ولكن هاتين المادتين لا بد أن تمتزجان امتزاجا تاما أما بالنسبة لأحد أنواع المحاليل فهو السبيكة تعرفنا عليه في درسنا الماضي وذكرنا أن السبيكة تعتبر محلول ولكن هي عبارة عن خلط نوعين من العناصر أو أكثر ولكن لا بد أن يكون أحدهما فلزا إذن السبيكة هي خلط نوعين أو أكثر من العناصر يكون أحد هذه العناصر فلزا كان نقوم بخلط الحديد مع عنصر آخر ثم بعد ذلك يكون لنا فلزا من الفلزات أو يكون لنا هذه السبيكة كما ذكرنا لكم أمثلا للسبائك في درسنا الماضي كالبرونزا الذي يخلط فيه النحاس مع القصدير ثم بعد ذلك يستنتج أو يظهر لنا نتيجة هذه السبيكة لننطلق وإياكم ونراجع كذلك ما تعلمناه حول أنواع المخليط ما هي أنواع المخليط عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة؟ أحسنتم للمخليط ثلاث أنواع ربما تكون هذه المخليط سائل مع سائل كما تشاهدون عبر هذه الصورة كذلك ربما تكون هذه المخليط صلب مع سائل كما تشاهدون أمامكم أو صلب مع سائل كما تشاهدون أمامكم عبر الشاشة أو حتى ربما تكون هذه المخليط صلبة مع صلبة مواد صلبة مع مواد صلبة ليكون هذه المكسرات وبالتالي هذه أمثلة للمخليط الموجودة في حياتنا اليومية ننطلق بعد ذلك عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة ونحاول الإجابة عن هذا التساؤل الذي يقول كيف تفصل المخليط المخليط هي جزء من حياتنا ونعتمد عليها كثيرا في أكلنا وفي الاستفادة منها في أشياء كثيرة في حياتنا لذلك نتوقع أن يكون هناك طرق تساعدنا في فصل هذه المخليط لنقرأ ونتعلم المزيد ونحاول الإجابة عن هذا التساؤل وذلك بالتعرف على عدد من المفردات سبق عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة أن تعرفنا على المخلوط وكذلك المحلول إضافة إلى ذلك تعرفنا على السبائك اليوم بإذن الله سوف نتعرف على المرشح وكذلك الترشيح بينما التقطير نتركه للحصة القادمة لتستفيدوا من هذه المفردات بشكل أكبر لدينا عبر مهارة القراءة عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة نستطيع وإياكم أن نقوم بعملية التصنيف فمثلا نستطيع أن نصنف المواد بإمكاننا أن نصنف المواد ما بين مواد نستطيع أن نقوم بعملية الترشيح لها وما بين مواد نستطيع أو لا نستطيع أن نقوم بعملية الترشيح لها حتى نستطيع أن نفصل أنواع المخاليط لننطلق وإياكم عزيزة الطالب وعزيزة الطالبة ونشاهد معا كيف يمكننا فصل هذه المخاليط يمكن استخدام العديد من الخصائص الفيزيائية لفصل مكونات المخلوط فلدينا خصائص فيزيائية متعددة تساعدنا على أن نقوم بفصل المخاليط من هذه الخصائص الفيزيائية ما نستطيع أن نفصل أنواع مختلفة من العملات النقدية وذلك باختلاف خصائصها الفيزيائية من هذه الخصائص كما ذكرنا لكم الشكل، اللون، الحجم، الكثافة جميع هذه الخصائص عزيزة الطالب وعزيزة الطالبة كما تعرفنا عليها سابقا هي خصائص فيزيائية وبالتالي نستطيع بهذه الخصائص أن نقوم بفصل هذه العملات النقدية حتى نستطيع أن نبين ونفرق بينها ونفصلها عبر شكلها أو لونها أو حتى حجمها أو ربما كثافتها هناك طرق أخرى تساعدنا في فصل مكونات المخلوط بعضها عن بعض سنتطرق للحديث عن هذه الطرق بإيجاز شاهد معي هذا الطالب عزيزي الطالب وعزيزة الطالبة كيف يمكنه أن يقوم بفصل هذه المخاليط يستطيع هذا الطفل عزيزي الطالب وعزيزة الطالبة أن يقوم بفصل هذه المخاليط حسب مثلا لون هذه الصخور حسب شكلها وبالتالي يستطيع عبر استخدام هذه الأداء وهي العدسة فصل المخاليط ما بين هذه الصخور بلونها أو بشكلها أو بأي طريقة فيزيائية أخرى لننطلق وإياكم ونشاهد أولى خطوات طرق فصل المخاليط أولى هذه الطرق عزيزي الطالب وعزيزي الطالبة طريقة الترسيب فالترسيب من طرق فصل المخاليط ولكن ماذا نعني بالترسيب؟ نشاهد معنا يحدث الترسيب عندما تنفصل أجزاء من المخلوط نتيجة لاختلاف كثافتها إذن عملية الترسيب تعتمد على هذه الفقرة بدرجة كبيرة جدا وهي عملية اختلاف الكثافة فالترسيب يساعد في فصل المخاليط وذلك باختلاف كثافتها مثلا عندما نترك ماء مخلوطا ببعض العوالق الترابية في إناء لبعض الوقت فإن هذه العوالق الترابية تترسب إلى قاع ذلك الإناء لماذا تترسب هذه العوالق إلى قاع الإناء؟ أحسنتم تعتمد اعتمادا هاما على كثافة المواد لاحظ معي عبر هذه الصورة عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة أريد أن أرشدك في هذه الصورة إلى وجود مخاليط في هذه السيارة كيف تظهر هذه السيارة أو كيف تظهر هذه السيارة مثالا لعملية الترسيب التي تعرفنا عليها قبل قليل شاهد هذه السيارة أو كمية الغبار الذي يكون على سطحها أحسنتم إذن نقول أنه بالغبار والهواء يكونان مكونا جديدا وهو المخلول فدقائق الغبار تعتبر أثقل من الهواء لذلك سوف تترسب دقائق الغبار على سطح هذه السيارة كما تشاهدون بينما يظل الهواء معلقا في الجو كما تلاحظون وبالتالي تتم عملية الترسيب كأحد طرق فصل المخاليط باستخدام كثافة كل من الهواء والغبار لننطلق بعد ذلك ونشاهد العملية التالية التي تساعدنا في فصل المخاليط العملية التالية عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة هي عملية الترشيح ماذا نعني بالترشيح؟ قبل أن نبدأ ونتعرف على الترشيح لا بد أن نتعرف على الأداة التي تقوم بعملية الترشيح الأداة التي تقوم بعملية الترشيح نسميها المرشح فالمرشح أداة تستخدم لفصل الأشياء بحسب حجمها لاحظ هنا استخدمنا الخاصية الفيزيائية التالية وهي الحجم وبالتالي في هذه الخاصية أو في هذه العملية وهي عملية الترشيح نستخدم أداة المرشح لفصل المواد عن بعضها ولكن باستخدام خاصية الحجم المرشح يكون عادة كما تشاهدون أمامكم شبكا أو مصفاتا أو منخلا حيث تمر منه المواد التي حجمها أصغر من هذه الثقوب أما المواد التي يكون حجمها أكبر من هذه الثقوب فسوف تحتجز في المرشح وبالتالي لن تمر إلا فوق هذا المرشح فعند إعداد مثلا طبق الماكرونة تستخدم المصفات كما تشاهدون أمامكم لفصل الماء الذي يمر من خلال هذا المرشح ويستخدم أو يستخدم الناس غالبا لفصل المواد الصلبة عن المواد السائلة وبهذه الطريقة والتي تسمى بطريقة الترشيح لاحظ معي عبر هذه الصورة عزيزي الطالب وعزيزة الطالبة كيف تستعمل المصفات في عملية فصل الماكرونة عن الماء وبالتالي قمنا بفصل الماكرونة عن الماء باستعمال هذه المصفات في البنزل عبر فصل المواد الصلبة عن المواد السائلة المواد الصلبة كما تشاهدون الماكرونة والمواد السائلة هي الماء وبالتالي نستعمل هذه الأداء وهي المرشح عبر عملية الترشيح لننطلق وإياكم ونشاهد طريقة أخرى من الطرق الفيزيائية والتي تساعدنا في فصل أنواع المخاليط نشاهد معا الطريقة التالية هي طريقة المغناطيس نحن نستخدم أداة المغناطيس عزيزي الطالب وعزيزة الطالبة لفصل مكونات بعض أنواع المخاليط عن بعض لاحظ بعض أنواع المخاليط وهذه تعتبر من الطرق الفيزيائية فتستخدم المغناطيس عادة لفصل بعض المواد التي يجذبها ذلك المغناطيس فقط إذن لا نستطيع استخدام المغناطيس إلا في المواد التي تنجذب للمغناطيس فقط من هذه المواد الحديد نستطيع أن نفصل مكونات مادة تحتوي على الحديد أو مخلوط يحتوي على الحديد وذلك باستخدام المغناطيس نستطيع فصل كمية من الحديد عن غيره من المواد في مخلوط ما لدينا نشاط استقصائي وهو فصل المخاليط هذا النشاط سوف نحضر بعض الأدوات أو بعض المواد حتى نقوم بخلطها سوف نحضر عزيزي الطالب وعزيزي الطالبة رمل ومشابك ورق من الحديد وحصى صغيرة في وعاء في الخطوة التالية عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة كما تشاهدون أمامكم نحضر رمل وبرادة أو رمل وكذلك حصى ومشابك من الورق في الخطوة التالية أريد منك أن تمتلك مهارة الملاحظة لتقوم بتحريك المغناطيس ببطء حول هذا المخلوط ماذا يمكن أن يحدث لهذا المخلوط؟ نشاهد معنا عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة لدينا هذه الأدوات الثلاث أو المواد الثلاث لدينا هذا مشابك الورق ولدينا كما تشاهدون أمامكم مشابك من ورق الحديد نقوم بوضعها كمخلوط مع الرمل وكذلك مع كما تشاهدون أمامكم وكذلك مع كمية من الحصى قمنا الآن عزيزي الطالب وعزيزتي طالبة بعمل مخلوط لاحظ قمنا الآن بعمل مخلوط مكون من ثلاث مواد هي الرمل والحصى وكذلك مشابك الورق في الخطوة الأولى عزيزي الطالب سوف نستخدم المغناطيس ونمرره على هذا المخلوط ونشاهد ماذا يحدث لاحظ معي قمنا بجذب كمية من مشابك الورق لنتركها في وعائها الأول لاحظ هل تمت عملية الفصل؟ أحسنتم نقول نعم لقد تمت عملية الفصل أو فصل هذه المشابك عن هذا المخلوط لاحظ كمية من المشابك نلاحظ هذه الكمية الكبيرة من المشابك تخرج من هذا المخلوط كما تلاحظ أمامك عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة هذه الكمية نحاول أن نقوم باستخراج كمية أكبر حتى يتسنى لنا الانتقال إلى الخطوة التالية في هذا النشاط لاحظ حتى بداخل الرمل نستطيع استخراج كمية كبيرة من هذه المشابك لماذا استخدمنا المغناطيس بالتحديد عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة؟ أحسنتم لأن المغناطيس يقوم بجذب الحديد ويعتبر هذا الحديد أو يعتبر هذه المشابك مصنوعة من الحديد لذلك سوف تنجذب أكثر إلى هذا المغناطيس لاحظ كمنا بجذب كمية من مشابك الورق في الخطوة التالية نقوم بوضع هذه أو نقوم بوضع أو نستخدم أداة المرشح حتى نقوم بفصل الرمل عن كمية الحصى نشاهد معا نقوم بأخذ هذا الرمل والحصى ونضعه جانبا كما تشاهدون ثم نقوم بنثره في أداة المرشح لاحظ ماذا يحدث ماذا تشاهد أحسنتم بقي الحصى في الأعلى كما تشاهد أمامك نضعه في علبة الحصى كما تلاحظون بقي الحصى في الأعلى وانفصل بذلك عن الرمل إذن قمنا بإعادة الحصى أو الرمل الحصى في حالتها الأولى قمنا بإعادة كذلك من شابك الورق مرة أخرى ثم نقوم بعد ذلك بإعادة الرمل في الخطوة الأخيرة كما تشاهدون أمامكم نقوم بإعادة الرمل كما كان بذلك قمنا بإعادة المواد باستخدام أداتين ما هما أحسنتم أدات المرشح وأدات المغناطيس جميع هذه الأدوات تعتبر أدوات فيزيائية وخصائص فيزيائية ننطلق للخطوة التالية نجد أنها سوف تنجذب مشابك الورق نحو المغناطيس في الخطوة التي تليها نقوم بترشيح المغناطيس بمصفاه لاحظنا أنها سمح المرشح بمرور الرمل ومنع بذلك مرور الحصى الصغيرة في الخطوة الرابعة نستطيع أن نتعرف على هذه الخصائص الفيزيائية هذه الخصائص التي استخدمناها هي خصائص الحجم والمغناطيسية الحجم وذلك باستخدام المرشح والمغناطيسية عندما فصلنا المشابك الورق عن هذا المخلوط في مراجعة ما تعلمناه عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة نقوم بعملية التصنيف ما الطريقة التي أتبعها لفصل بكونات المخلط التالية المخلوط الأول الرمل والماء المخلوط الثاني الأزرار والخرز المخلوط الثالث الأرز والماء أذكر لي الطرق التي تساعدني في فصل هذه المخلوط الثلاثة أحسنتم بالنسبة للرمل والماء نستطيع فصلهما بالترسيب أما الأزرار والخرز نستطيع فصلهما باليد أما الأرز والماء يمكن فصلهما بعملية الترشيح في التفكير الناقض كيف يمكنني فصل مكونات مخلوط الرمل وملح أحسنتم هناك طريقتين وسوف نتعرف عليها في دروسنا القادمة بإضافة الماء إلى مخلوط الملح والرمل بالتالي سوف يذاب الملح ثم يمرر المخلوط في ورقة الترشيح ليكون بذلك محلول الملح والماء نحتجز بذلك حبيبات الرمل لأن حجمها كبير ثم نقوم بعملية سوف نتعرف عليها في درسنا القادم وهي عملية التقطير بتبخير الماء وفصله عن المحلول في ختام درسنا تعرفنا على الطرق التي تساعدنا لفصل المخليط من هذه الطرق عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة طريقة الترشيح وطريقة المغناطيس وأخيرا طريقة الترسيب إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام درسنا لهذا اليوم حتى نلقاكم في درس قادم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته